اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بها وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز من قائل في كتابه العزيز يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إن هذا الإنسان هذا المخلوق هذا الكائن إذا قورن بغيره من مخلوقات الله عز وجل العظيمة والأجرام الكبيرة التي خلقها الله في السماء وفي الأرض من أشجارٍ وجبالٍ وأنهارٍ وكثيرٍ من الحيوانات إذا قورنت هذه المخلوقات السماوات والأرض وما فيها بهذا الكائن الصغير الذي هو الإنسان بان بذلك ضعف الإنسان وأنه في الحقيقة في أصله وبنيته مخلوقٌ صغيرٌ مخلوقٌ ضعيف فالله بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاحا والأرض بعد ذلك دحاها فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طينٍ لازم فالله سبحانه وتعالى بيَّن ضعف الإنسان وأنه أخرجه إلى هذا الوجود حيث لم يكن شيئاً مذكوراً هل أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً إنا خلقنا الإنسان من نطفةٍ أمشاجٍ نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان من ضعف ثم أعطاه شيئاً من القوة يقدر بها على تبليغ حاجته من تحقيق مصالحه ودفع ما يضره والله خلقكم من ضعفٍ ثم جعل من بعد ضعفٍ قوة ثم جعل من بعد قوةٍ ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير فقد أتاح الله سبحانه وتعالى لهذا الكائن الصغير وهذا المخلوق الضعيف أتاح له من أدوات المعرفة ما يبلغ به حاجته والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هذا المخلوق الضعيف إذا نظرنا إلى تاريخ البشرية تاريخ هذا الجنس الضعيف نجد أنه تحدى قوة الله عز وجل وإرادته نجده تحدى عظمة الله وتحدى أمر الله ونهيه ووقف عماماً ورسل الله عز وجل مكذباً مستكبراً يرد أمر الله عز وجل بقطرسته واستكباره فنرى في تاريخ البشرية قوم عاد الذين عمروا الذين عمروا جنوب الجزيرة منطقة الأحقاف عمروها وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من القوة الجسدية والقوة المادية ما جعلهم يستكبرون على الله ويستكبرون على رسول الله هود عليه السلام فقد تحدوا قدرة الله عز وجل وتحدوا إرادته وأمره ونهيه لما جعل الله لهم من خلق من قوة خلقية عظيمة ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وكانوا يبنون بكل ريع آية يتخذونها جسرا لمعصية الله عز وجل أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين هكذا وصفهم الله عز وجل وجعلهم لما أعطاهم الله عز وجل من القوة يستكبرون على الله ويتساءلون من أشد منا قوة وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة فجاءهم الجواب الصادع أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فلما بلغوا في عتوهم ونفورهم وتكذيبهم واستكبارهم بعث الله سبحانه وتعالى عليهم ريحا صرصرا وسطلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية هكذا جعلهم الله سبحانه وتعالى تاريخا يذكر وجعل مسيرهم في مذابل التاريخ ثم خلف من بعدهم ثمود قوم صالح وهم أيضا استخلفوا بعد عاد وآطاهم الله سبحانه وتعالى من القوة الجسدية والمادية ما جعلهم يستكبرون على الله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين لكنهم استكبروا وسخروا من رسول الله صالح عليه السلام ومن معه من المستضعفين قال الملأ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون فكانت النتيجة فقال الله عليهم الصيحة فأخذتهم الصيحة فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لثمود هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن غطرست فرعون لما له من القوة والملك والمال والجاه فادأل الإلهية والربوبية وقال ما أعلمت لكم من إله غيره غيره وقال أنا ربكم الأعلى وافتخر بسلطانه وملكه وعرشه وقال لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبسرون لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه الماء فأغرقه الله سبحانه وتعالى فصار تاريخا يذكر هكذا مرت البشرية في كل مرة يقوم هذا الخلق المخلوق الضعيف أمام إرادة الله يتكبر ويقول من أشد منا قوة فيأتيه الجواب الحاسم من الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم شكرا ينال فطة منة وأن الله أنه سنيا ستسو تامنه وخلق الإنسان ضعيفة أما أغلت شد أن أدم ميروني دوبة من يمني ترجمة نانسي قنقر 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 شرحوليا وتتخذون مصانع على أنكم تخللون هنا لكي نقول من يمن ينغانو ووي من يمن ينغداجه كمرزا قدوما وإذا بطشتم بطشتم جباري إذا كمكوكو كيدمك كيدمكات إن تأزال ماي هنا أماني يوانكو دقالفنكو جنزال انترباسو ونن قلب من جقى قلو من أشد مننا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منهم قوة لا يوجد ترجمة وخوسيات لا يوجد ترجمة وخوسيات لا يوجد ترجمة وخوسيات ترجمة لا يوجد ترجمة فلن يتحدث لا يوجد ترجمة ولم يرى أن الله الذي خلقه هو هنفكر منهم قوة ومعنا تجربة منه ومن يأومن فتا أن نفسك إن أكمل تثير معنا ويقبل وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس حالتر سمد قصر لكن حالتر متاني وأنتم أشد خلقان أم السماوه باناها سمد قصر احسن الاشياء اتتت اتتت تت الإرحالك السجا بادا ورى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية كأنهم اعجاز نخل خاوية وراء يقول لهم من باقي او الشيخ المدين أبعد الله سيشهر يقول لك أنه سيارضة هذا يشهر سيز bye ماذا قال لله وليس إنها سيطلب Will سيد سيبدو تبني أن النبي صالح أبعد الله سيارضة الشخص من فريش وجدنا لا يشهر لتناس الصعير أبعد الله سي pricing تبني أن نبي التبني تبني أن يكون ان كان اللوكة اللّه سبحانه وتعالى يأيكودك ساوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كاراجي كاراجي شئ يهل لكاسو شئ يهل لكاسو كأن لم يغنوا فيها كمرد ايبع تبين صبع على إن ثمود كفروا ربهم على بعدا لثمود على شتابة سموداواص بطل شوء أبنججنسو بعدا لثمود سموداواص إنه سادة رحمة أبنجج هكذا فرأونا شما يظهر يناشق أفافر يدون إساء وإنه ملك اللّه يباش دا سوجوجي دا سوكي ماسا أيكي حرمايكي دا أوروهيا دا ربوبيا أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري أنا دون المتنسى عليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصروا ينزبع ملك مصر ناوبني قولمون نسنا بدانا تكرقشن كدا جينا باقوة غنيني لا لا تشعر على كاشي دوانا روان دوانا روان دوانا روان على كاشي حتى إذا أخذه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بلو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين سيباينك هذا ما برناع باينك أساكي كاي إيماني سيباينك اللهم تلتجول بلاي من المسلمين أتمنى سيباينك يقول يا من ولماذا جاءت جانتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا بإنها ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر